ايه هي ابرز الممارسات اللي من خلالها نقلل استهلاك الكهرباء؟ اه في حاجات كتير احنا مسكناهم اجهزة كمان طالما كنا بنكلم عن التكييف مثلا اه انا النهاردة في بيتي والدنيا شتا والشمس طلعة وانا عايزة دافي البيت رحت اقفل السطارة ومنعت الشمس تدخل وخليت البيت ابرد والتكييف عليه حمل اكتر ده غلط لازم انا اشوف تصرفاتي في بيتي بشكل نعام شمس طلعة بفتح الشبابيك بخلي السطير بخلي الشمس تدخل ودي الحقيقة بتبقى خطوة قبل انت كساكن المهندس المعماري اللي بيصمم لازم يراعي البيت ده في الشتاة من جوه مناسب وفي الصيف جوه مناسب انا في الصيف بقى ممكن اقفل السطارة عشان الحر مجينيس وبرده استهلاكي يقل طيب انا النهاردة عايز اتكلمنا عن السخنات ان احنا نشغلها قبلها بشوية كمان احنا درجة حرارة لسمنا 37 حضرتك تبتدي تحسي انك تلاساعتي عند 42 درجة ليه بقى بنزبط سخناتنا على 70 و 80 و 90 صار مستاد يعني انا لو زبطتها على 45 و 50 بالكتير حبقى مسريحة وحبرد كمان انا ست بيت وبطبخ ممنوع استهلك الكهرباء في كل ما هو حراري انا في النهاية عايزة ايه في المطبخ عايزة حرارة يبقى خلاص استخدم الغاز بتجازر الغاز ما استخدمش الفرن الكهرباء الا في مانادر الجريمة اللي اسمها الكاتل او غليتش دي انا شخصيا في بيتي بقالها 4 سنين دخلت في المقزن ما بتخرج ليه بقى لان هي القدرات بتاعتها عالية جدا تستهلك كهرباء عالية حقيقي بتوفر انت بتحسها انها وقت قليل اوكي لو انت عديتها مع بيوت مصر بتعمل احمال كبيرة فيه يعني ابتديت حملة ضد هذا من 4-5 سنين كان في رمضان لان في رمضان كلنا حنخلص فطر ونروح نشأب كوبايت الشاي طبعا وكانت الكهرباء بتقطع عيامها وفيها ازمة اه فلو حضرتك بقى على الاقل 20 مليون كتل اتناو بلاش 5 مليون كتل دولي وقعوا الشبه مصبوط اخذ بالحيط فمالوا البرات بيبقى عندي برات صغير وبرات كبير وسخن الميا فيه واستخدمه ما يجراش حاجة الحاجة التانية انا لما اجي عايزة اعمل انا وجوزي كوبايتين شاي ليه املى البرات او الكتل لو استخدمته بزبط على عدد كوبايتين لاخره 6-7 كوبايتين حط الكوبايتين وربع كوباية زيادة عشان البخر لانا هيحصل البخر بزبط فانا ابقى باخد اللي عايزة مش بستهلك حاجة عشان ارميها